فكل الكلام ده جماعة لازم يكون محطوط ولازم يكون وقفة زي ما بقول وقفة صارمة من كل مسؤولي كرة القدم وعودوا على التربيزة وحلوا مشاكل الكرة المصرية مشاكل الكرة المصرية مش في منتخبنا الأول مش في الكابتن إيهاب جلال مش في لعبتنا اللي مرهقة جدا جدا عندها بتكلم على اللعيبة عمتا لعيبة النادي الأهل بصفة خاصة مشوار طويل جدا مسابقة غير منتظمة عندك كذا بطولها بتتلعب بتلحم المواسل ممدد تلات اربع سنين عندنا مشاكل كبيرة جدا أتمنى أتمنى إن إحنا الفترة اللي جاية ما يكونش الهاري واللت والعجن في السوشيال ميديا على إن إحنا نماشي مدرب أو نجيب مدرب أو اللعيب ده كان كويس أو وحش أو التغيير دي كويسة أو التغيير دي وحشة الكلام ده يعني كلام سطحي جدا ولا حيقدم ولا حيأخر أتمنى إن يكون في وقفة تاني بكرر قبل ما نقول لحضراتكم طبعا فكراتنا النهاردة في المحترف لازم وقفة نقف يعني نقعد مع بعض ونتكلم عندنا مشاكل واحد اتنين تلاتة يتحط بلان يا جماعة خلال الأربع سنين اللي جايين إحنا نشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة واللي حيأخر بره السياق مش موجود بصراح اللي حيأخر بره السياق مش موجود يعني ما فيش بقى آه كل اهتماتنا بالقطعات الناشئين بالأندية مسابقة جيدة ده ده الدرجة الأولى الممتاز ألف وبيه لازم يدار بشكل جيد لازم المنتخبات تبقى على مستوى عالي لازم أبص للواد منتخب 2006 و2003 و2001 اهتمام بيهم على مستوى المباريات بتاعاتهم يا جماعة حتى على مستوى المنتخب الأولمبي لسه الأسبوع اللي فات كان المنتخب الأولمبي الجزائري بيلعب في بطولة ودية في فرنسا فلازم بيعدوا نفسهم فإحنا لغاية دلوقتي لازم يكون عندنا يعني مدرب أو مدير فني للمنتخب الأولمبي عشان يبدأ يشتغل لازم نحل مشاكلنا من البدري ولازم نبص الأدام بص يعمل لثمان سنين أدام واطلع أكلم الناس بكل أمانة إحنا خلال الثمان سنين دول هو ده شغلنا هتلاقي الناس تفهم مش هتلاقي الناس تتخضي لما مرة تتغلب ومرة تكسب ومرة تتغلب ومرة تكسب فالموضوع دوت مهم جدا جدا كلنا زعلانين تاني بكرر يا رب يكون زعلنا دوت طاقة إيجابية للإصلاح زعلنا يتحول لطاقة إيجابية للإصلاح وليس للهدم مرة تانية لأن لو هتعمل كده وغضبك هيطلع أنك تكسر وتهدي المعبد ده خلاص ما بقاش في حاجة في المعبد أصلا يا ما فيش خلاص كلها بقت عمدان وقفة على فراغ فهتهدي فيه إيه فأنت لازم تبدأ بالإصلاح غضبنا على السوشيال ميديا بالإصلاح اتجاهنا للإصلاح المسؤولين للإصلاح ونبدأ نشتغل بأمانة لأن أنا شايف وأنا عشت برة 15 سنة مش هكرر الناس بتشتغل علشان كده يعني بتعمل قاعدة كبيرة جدا وإحنا عندنا قدرات مصر عندها قدرات أنها تشتغل بشكل أفضل كتير جدا لملف الكرة المصرية معلش طولت عليكم لكن ده كان مهم جدا جدا لأن زي ما بقول لحضراتكم كلنا قاضي علانين لكن تاني قبل بطلع فاصل أرجوكم أرجوكم حولوا الغضب الكبير إلى طاقة للإصلاح فاصل ونرجع مع حضراتكم اشتركوا في القناة